لقدت اليوم مع محمود شاكر. هيا محمود. الجن ما جاش صدفة. الجن جي بسبب حاجتين. الحاجة الاولانية بسيوك من تغييراتك ابتو حسام حسن دي الحاجة التانية. بس الحاجة الاولانية ان ابراهيم عادل ما كانش قاعد نايم. وهو برا. وابراهيم عادل لما نزل او هو عالخط شاف حاجة. انا بعد ما الجن جي كلمتك قلتلك ايه. قلتلك يا كريم في حاجة لو لقيتها اعرف الجن ده دخل ليه. ايوة طيب. لقيتها. لقيت. بجد. تعال نتفر. اول سبب. اول سبب طبعا. دي دي الدقيقة تلاتة وتمانين واحد واربعين سانية. ماشي. الراجل واقف فين? بعد الداية. لا الراجل اللي هجون واقف. بعد الـ بعد الـ 18. بعد الـ 18. بعد الـ 50 سانية. ساعتها كان لسه ابراهيم عادل نازل وشايفين احنا الراجل متقدم. دي اول واحد. يبا ده بسبب الاولاني ان فيه واضح ان فيه راجل ده بيتقدم. شوف بقى البعدها. ما تيجي هو احنا ليه ماشي. ده الهدف. تمام. ده الهدف هو فيه لقطة بتاع التغييرات كابتا حسام حسن. حلوة. كابتا حسام حسن تديها دي نزل مينة كريم. نزل ثلاثة. نزل محمد شحاتة. احمد نبيل كوكا. والثالث كان ابراهيم عادل. ماشي. تعال نتفرج على مورتانيا قبل ما الجون ييجي. اول ما مورتانيا مسكى الكرة. منتخب مصر كله بيدافع. نلعب. نلعب. نماشي الحالات. اول ما الكرة هتتلعب تروح الناحى التانية. مين اللي هيبدأ يضغط على اللعيب بتاع مورتانيا. الاولاني هو محمد شحاتة. نكمل السورة اللي بعدها على طول. اول ما محمد شحاتة. اول ما محمد شحاتة. اوليه. نماشي السورة جماعة السورة شوية. مين اللي بيضغط هنا. ده الراجل محمد شحاتة. فيضل يضغط على على لعيبة مورتانيا. نماشي الحالات. اول ما الكرة هتبدأ تروح الناحى التانية. هيفضل محمد شحاتة برضو. بيضغط على الراجل. هتلاقي ابراهيم عادل في النص. اول واحد متقدم. هتلاقي وراه محمود. هنا بنفس الكلام. محمد شحاتة بيضغط على الراجل. اللعيب رقم سبعة. هيقف. وهيقوم لعب الكرة. لعيبة نص ملعب بتقع مورتانيا. اول ما الكرة هتتلعب. ابراهيم عادل. اللي هو التغيير التاني للكابتن حسام حسن. نماشي الكرة. ابراهيم. بدأ يضغط على الراجل محمد شاحطة بيضغط مين اللي جاي ده بيضغط على إبراهيم عادل ومين وأحمد نبيل كوكا اللي الكابتن حسام لسه منزلهم علشان الضغط لما بيتقطع التغيرة الرابعة بتاعت محمود حسن تريزي جي اللي يقطع الكرة ويسلم الكرة لإبراهيم عادل أول ماركورة هتتسلم لإبراهيم عادل هنا بقى النقطة اللي أنا بقولك عليها اللقطة فيه هو الطبيعة الكريمة انت لما بتاخد الكرة كالعيب وعاوز تعمل تحول انت هتبص في الأرض وتاخد الكرة وتزق اللي خلى إبراهيم عادل أول ما يستلم الكرة يعمل السنة اللي كان جيمي بيسلم عنه يبص يرفع عينه يبص على الجون انت ببص على الجون ليه بص يا كريم بص انت فيه مساحة انت ممكن تاخد كل الكرة الوقتك وتاخد تجري وتزق وانت عندك المهرة دي ولكن هو هنا رفع عينه رفع عينه ليه بقى كريم عشان الصورة اللي جبتها لك قبلها قبلها بديئة الراجل سايب مكانه طول ما موريتانيا معها الكرة الحارس بتاع منتخب موريتانيا زائل حد قدام شوية حتى بص يا براهيم عادل أول ما هيلعب الكرة نكمل الكرة أول ما براهيم عادل هيلعب الكرة بعد ما رفع عينه وشاف الجوم متقدم نمشي الحالات يا جماعة أول ما براهيم هيشوت الكرة هتلاقي ان الراجل بره منطقة جزاؤه في ديئة 84.46 نمشي يا جماعة الصور اللي بعدها فالراجل هتقلش منه الكرة جايب لك أنا بقى يا كريم بعد الكرة دي على طول الكرة بص مكتوب ايه 4.89 الصورة اللي بعدها بقى 83.41 قبلها بديئة بص راجل واقف فين إذن إبراهيم عادل كان عارف ان الراجل متقدم وعارف ان الراجل ده بيسيب جونه علشان كده أول ما خد الكرة عاوز شوف الراجل فين والحارس فين واقف فين وقامل عبله العالي عبراهيم عادل لو ما كانش مركز وقف على الخط ان الراجل ده بيتقدم كان ياخد الكرة ويزوء ويحاول يعمل التحاول إذا هو أنا متأكد على كلامك ده بقى أنا لاخدته من كلامك بيت أنا متأكد ده يدعى الدكة بقى أنا ما هنزل عاديله واحدة بسط إنه هو يعني ايه عقد الناية كريم كان دايما بيتقلك يعني الكابتاء ده مسي الحضار الله يرحمه وكان يعني في فترة وفتطت كده ما كنا في النشيين كان يقول لك اللي قاعد برا لازم يتفرج عماتش كويس جدا عشان لما ينزل يبقى عارف هو هيعمل ايه فهي هنا دي قصة إبراهيم عادل لولا إنه شاف الراجل متأدم ما كانش إبراهيم عادل شاط الكور بس هو عشان من دي قبلها الراجل كان متأدم فهو أول ما استلم الكرة ولف أم رفع عينه لأ جهو متأدم أم اديله واحد لأن أنا بقول لك يا كريم استحالة أي العين هياخد الكرة في المكان ده كل فكره الأول وهو لسه نازل فريش هاخد الكرة وزقه أجري إنما هو الأول ما استلم ولف أم رفع عينه لأ الراجل متأدم أملعي بالأجور قلت لك يا من شوية قلت لي معلم ولايس كاسمه معلم ولايس كاسمه أستاذ يلا قل دي كمان خطيرة والله خطيرة يا محمود أنا فاكر لما ده خطير قلت لي إيه أنا أتوقع إنه كان نازل محضر قلت لي بس أتأكد وتأكد والكادر ما كانش جايب بصراحة دي الكادر الوحيد اللي جابها تترخير المخرج بالإذاعة بالعجال دي كلها تترخير المحضب